اعزائي المشاهدين السؤال ما هو روح ضد المسيح اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس تعرف حبا الشيء الجميل في كلمة الله انه حتى الاشياء اللي بتصير مستقبلا مذكورة في صفحات الكتاب المقدس بعهديه بالعهد القديم وفي العهد الجديد يعني حتى لا يفاجأ المؤمن حتى يكون مستعد لمواجهة كل هذه الامور اللي بتحدث في هذه الايام في البداية خلينا اقرأ عن هذا الروح ضد المسيح من كلمة الله في رسالة يحنى الاولى اصحاح 2 ومن آية 18 يقول الرسول يحنى ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة وهي بتعني كمان ساعة اخيرة لانه الامر بيتكرر من وقت الرسل من وقت التلميذ بيحكوا عن الايام الاخيرة الساعة الاخيرة يوم الرب الى اخره بس هون بيتكلم بفعل متكرر هي ساعة اخيرة وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي يعني مستقبلا معروف في التعليم الكنيسي انه في يوم الايام قبل مجيء المسيح العظيم رح يجي مسيح دجال مسيح كذاب له مسميات كثيرة مذكور في سفر دانيال ومذكور ايضا في سفر رؤية ومذكور طبعا ضمنا في هذه الاية ومذكور ايضا في تسالونيكي الثانية هذه المسميات يسمى الوحش او ضد المسيح انتي كريست بالكابتل اي يعني بتتكلم عن شخص بالمفرد شخص شخصية لكن هنا بيتكلم على قضاد المسيح هذا الشخص اللي بيتكلم عنه مستقبلا هو بسميه السفر يصحاح 13 الوحش الطالع من البحر وهو تجسيم للشر ويستمد قوته من الشيطان مباشرة يعني هو تجسد للشيطان بشكل انسان بشكل جسم انسان بيجي اولا كرجل سلام بحاول يوحد العالم تحت راية وحدة وبحاول يبني اقتصاد العالم يكون اقتصاد موحد وهون هذا الاقتصاد كأنه هو العلاج هو الحل لاقتصاد العالم عنده قوة عسكرية لانه منشوف في سفره يجمع جيوش بيحشد الجيوش حتى يحارب المسيح وشعب الرب ثم احبائي هذا الشخص كارزماتي جزاب بالحديث وايضا بيتكلم بتجديف ضد الله على ما يبدو انه كان عنده جرح مميت يعني مات وظهر امام الناس فالناس صارت تعبد وتقدم العبادة لصورة هذا الوحش يسمى رجل الاثم او انسان الهلاك وهكذا مسميات كثيرة ونهايته طبعا هذا الوحش او الانتيكرايست او المسيح الدجال او رجل الاثم او ضد المسيح ما هو مناقض ومعاند ورافض للمسيح نهايته بحيرة النار المتقدة بنار وكبريت موسيقى